السلام عليكم يعطيكم العافية والله بالصف العاشر ان شاء الله مشوفكم على خير يا رب اليوم رح نبلش بدرس الإحصاء مادة الإحصاء الإحصاء مادة الإحصاء عبارة عن عندي أخذنا فيما سبق مقاييس الإحصاء عبارة عن مقاييس النزعة المركزية ومقاييس التشتت مقاييس النزعة المركزية مقاييس التشتت مقاييس النزعة المركزية طبعا سميت بمقاييس النزعة المركزية لأنها تصف البيانات الإحصائية عن طريق قيمة عددية تتجمع حولها باقي أو قيم المشاهدات أما مقاييس التشتت لأنها تدرس تباعد القيم وتقاربها يعني تباعد تشتت القيم عن بعضها وتباعدها نجي نحكي بس أنا هون طبعا مقايز النزع المركزية بهمني فقط المتوسط الحسابي لأني أنا رح أشتغل عليه المتوسط الحسابي إذا كانت مجموعة قيم فهو عبارة عن سين فتحة يساوي مجموعة القيم على عددها أما إذا كانت جدول تكراري في حالة جداول التكرارية عبارة عن سين فتحة يساوي مجموعة حواصل ضرب مراكز الفئات في تكرارها يعني بمعنى مجموعة سين ضرب التكرار على مجموعة تكرار من هاي السين؟ سين عبارة عن مركز الفئة مركز الفئة وعبارة عن الحد الأعلى زائد الحد الأدنى على اثنين طبعا كمان نشاهد ناخد مثال وبورجيكم كيف طبعا نجي ناخد مثال مثال لديك مجموعة قيم أربعين، خمسة وأربعين، خمسين، اثنين وخمسين، خمسة وخمسين، ثمانية وخمسين جد المتوسط الحسابي أول ما أنا أشوف قيم إذن مجموعة هذه القيم على عددها مجموعهم، يعني أربعين زائد خمسة وأربعين، زائد خمسين، زائد اثنين وخمسين، زائد خمسة وخمسين، زائد ثمانية وخمسين على عددهم، نعدهم، واحد، اثنين، ثلاث، أربعة، خمسة، ستة طبعاً هاي أربعين زائد دايماً عملنا هون مجموعهم، تلتمية، هايها خمسة زائد خمسة عشرة واحد، آآ، تمانية، تسعة، تسعة وخمسة أربعطاش وخمسة تسعة عطاش وخمسة أربع وعشرين، آآ، خمسة وعشرين وخمسة تلاتين إذن تلتمية على ستة، خمسين إذن طلع معي متوسط الحسابي، خمسين أما إذا كان عندي جدول تكراري زي ما أنتوا شايفين، الجدول التكراري في فئات وفي تكرار هذا الجدول التكراري أولاً أنا رح طبعاً قانونه سين ضرب التكرار مجموع مجموع سين ضرب التكرار اللي احنا أخذناها سين ضرب التكرار على مجموع التكرارات تمام؟ إذن بالأول أنا رح أوجد سين، مين سين؟ مركز الفئة مين سين؟ مركز الفئة اللي هو الحد الأعلى زائد الحد الأدنى على ثنين مين الحد الأعلى؟ ثلاث مين الحد الأدنى؟ واحد يعني ثلاث زائد واحد على ثنين ويساوي أربعة على ثنين اثنين إذن أنا طلعت الحد الأعلى زائد الحد الأدنى على ثنين وهو مركز الفئة نيجي للفئة التانية أربعة زائد ستة على ثنين اللي هي عشرة على ثنين خمسة نيجي للتالتة سبعة زائد تسعة على ثنين ستعاش على ثنين اللي هي تمانية نيجي للأخيرة عشرة زائد اتناش على ثنين اللي هي اتنين وعشرين على ثنين اللي بتطلع معي احداش إذن أنا طلعت مرأة أكز الفئات كل مركز فئة مقابل وتكرار كل مركز فئة مقابل وتكرار فأنا رح أضربه مع بعض يعني اثنين ضرب أربعة يساوي ثمانية خمسة ضرب سبعة يساوي خمسة وثلاثين ثمانية ضرب ستة يساوي ثمانية واربعين وعندي احداش ضرب ثلاث يساوي ثلاث وثلاثين بهمني مجموعهم يعني أنا بدي أجمعهم على مجموع التكرارات طبعا أنا هنا المجموع رح أحتاج لمجموع التكرارات عشرين هيا عشرة وعشرة عشرين ومجموع هدول تمانية زائد خمسة دعش أربعة عشر وثلاثة سبعتاش تسعة عشر وحدعش تلاتطعش أربعة عشر خمستعش ستعش سبعتاش تمنطعش تسعتاش إذن إذن نيجي على جنب هون عندي سين فتحة اللي هي المتوسط الحسابي مجموع سين ضرب التكرار على مجموع التكرار اللي مية وسبعة وتسعين على طلع معنى عشرين طبعا أنا دائما 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 في المتوسط الحسابي بطلع بأبسط صورة يعني بدي أقسم مية وسبعة وتسعين على عشرين تمام؟ طبعا هنا مية وسبعة وتسعين على عشرين مية وسبعة وتسعين على عشرين طبعا عندي هون على تسعة مية وثمانين مية وثمانين سبعة ناقص صفر سبعة تسعة ناقص ثمانية واحد واحد ناقص واحد صفر مية وسبعين على اثنين على عشرين ستة مية وعشرين وهكذا طلع معي تقريبا تقريبا يساوي تقريبا لأن أنا ما جب إلى الأخير عندي يساوي تقريبا عندي تسعة فاصلة واحد وستين ضروري 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 10 سين فتحة اللي هي المتوسط الحسابي إني أوجده بأبسط صورة نجي لمقاييس التشتت مقاييس التشتت عندي مدى عندي انحراف معياري عندي تبايد المدى بالمشاهدات أكبر مشاهدة ناقص أصغر مشاهدة يعني مثلا عندي أرقام بختار أكبر قيمة في الأرقام ناقص أصغر قيمة في الأرقام طلع معي المدى بجداول التكرارية الحد الفعلي الأعلى ناقص الحد الفعلي الأدنى كمان شوية إن شاء الله رح أورجيكم لمن أجح المثال الانحراف معياري بالمشاهدات مجموع جذر مجموع مركز الفئة ناقص متوسط الحسابي الكل تربيع على نون ناقص واحد مجموع التكرارات مجموع القيم ناقص واحد أو مجموع التكرارات طبعا أنا أحددها لك سين هي مركز الفئة سين فتحها متوسط حسابي عشان هيك إحنا شرحنا متوسط الحساب في البداية نون مجموع التكرارات عندي بجداول نفس الإشي بس اللهم ضرب التكرار ضرب التكرار المقابل لمركز الفئة ضرب التكرار المقابل لمركز الفئة هسا رح ناخذ جدول إن شاء الله وأرجيكم كيف التباين هو عبارة عن عين تربيع عن الانحراف المعياري تربيعي يعني بس بشير الجذر بس بشير الجذر طيب طحنا ناخذ مثال ناخذ مثال مع بعض ونشوف كيف رح نحل هذا المثال طبعا بعد حلي للمثال عندكم واجب تدريب سبعة واحد صفحة تسعين زائد السؤال الأول صفحة ثمانية وتسعين على هذه الفكرة طيب خلينا مع بعض نيجي نشوف كيف إحنا رح نحل إذا كان جدول طبعا أنا ما أجبت مشاهدات لأنه الكتاب يعني ما يجيب مشاهدات كثير أغلبه جداول عشانيك ما أجبت مشاهدات للمقاييس التشتل طيب بحكي لي عندي فئات وتكرار جد الانحراف المعياري والتباين والمدى أسهل إشي عندي المدى المدى ناخذ أول إشي نوجد المدى أول إشي رح أوجد أنا المدى لأنه أسهل إشي عندي المدى المدى وعبارة عن جداول التكرارية الحد الفعلي الأعلى ناقص الحد الفعلي الأدنى نيجي مع بعض إش يعني حد فعلي حد فعلي الأعلى يعني بضيف نص وبطرح نص هاد أصغر بلشت من عند ستة وانتهت عند أربعة عشر فأنا رح أطرح نص من هون بتصير خمس ونص تمام؟ وهون رح أضيف نص بتصير أربعة عشر ونص هاي حدود الفعلي اللي هي من ضيف نص بنطرح نص لأنه فعلي بنحكي فعلي فالمدى هو عبارة عن أربعة عشر ونص ناقص خمسة ونص أربعة عشر ونص ناقص خمسة ونص رح يكون عندي تسعة أربعة عشر ونص ناقص خمسة ونص رح يكون عندي تسعة اللي هو مين عندي؟ المدى المدى طيب نجي لمين؟ للانحراف المعياري إذن أنا ببلش بالأسلة إذن أول شيء أوجدت المدى الانحراف المعياري بكتب القانون القانون اللي عندي اللي هو شو قانونه؟ عين تساوي الجذر التربيعي سين بحتاج لمركز الفئة ناقص سين فتحة رح أحتاج للمتوسط الحسابي تربيع ضرب التكرار على التكرار ناقص واحد مجموع التكرار نون ناقص واحد طبعا اللي هو عندي القانون إذن أنا رح أحتاج لمين؟ رح أحتاج لسين مركز الفئة إذن أنا رح أضيف عندي في جدولي سين اللي هو مين؟ مركز الفئة شايفين معي؟ رح أحتاج لسين فتحة اللي هي رح أوجدها على جن سين فتحة رح أحتاج لسين فتحة اللي هي مجموع سين ضرب التكرار على مجموع التكرارات تمام؟ إذن أنا رح أحتاج عشان أطلع سين فتحة رح أحتاج لخانة سين ضرب التكرار سين ضرب التكرار سين فتحة ليه مركز الفئة ستة زائد ثمانية على اثنين عندي تسعة زائد أحدعش على اثنين اتناش زائد أربعتاش على اثنين ستة زائد ثمانية أربعتاش عثنين سبعة عشرين عثنين ويساوي عشرة ستة وعشرين عثنين ويساوي ثلاثتاش إذن سبعة ضرب خمستاش اللي هو كل واحد مع تكراره عشرة ضرب عشرة عندي خمسة وعشرين ضرب ثلاثتاش تمام؟ عندي هون مية وخمسة عندي هون مية عندي هون ثلاثمية وخمسة وعشرين ومجموعهم خمسمية وثلاثين وبهمني برضو مجموع التكرارات اللي هو خمسين إذن خمسمية وثلاثين على خمسين الصفر بتروح مع الصفر تعالي نعملها على جم ثلاثة وخمسين على خمسة خمسة ثلاث صفر فاصلة طبعاً صفر ستة إذن عشرة وستة هاي مين؟ المتوسط الحسابي إذن أنا بعد ما طلعت المتوسط الحسابي باجهان بضيف عندي سين ناقص سين فتحة تربية هاي وحدة وعندي سين ناقص سين فتحة تربية ضرب التكرار المقابل إلا يلا مع بعض نسويها طبعاً هون رح أطرح وأربع في نفس الوقت رح أشرح أول وحدة اللي هو مية وخمسة ناقص عشرة فاصلة ستة تربية هذا اللي تطلع معي أنا تطلع معي طبعاً هيك الأسفة سبعة 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 ناقص يساوي سالب ثلاث فاصلة ستة تربيع ويساوي اتناش فاصلة تسعة وستة طبعاً هاي ركزوا معي شوي هون عشرة فاصلة ستة ناقص سبعة فاصلة أصفر ستة ناقص صفر ستة الفاصلة تحت الفاصلة عشرة ناقص سبعة ثلاث عرفت كيف طلعتها تربيعي يعني بضرب العدد في نفسه مرتين طب نيجي نكمل عشرة ناقص عشرة فاصلة ستة تربية عشرة ناقص عشرة بتروح بيظل عندي ستة تربيع ويساوي ستة وثلاثين بالمية ستة وثلاثين بالمية طبعاً عندي هون تلاتة ناقص عشرة فاصلة ستة تربيع ويساوي تلاتة ناقص عقلية ويساوي آسفة خمسة وعشرين آه تلاتة طيب شوفوا تلاتة عشرة فاصلة ستة طبعاً الفاصلة فوق الفاصلة لما أجي أطرح بس تلف طبعاً هي بتصير اتنين وهون بتصير عشرة أربعة فاصلة اتنين إذن اتنين فاصلة أربعة تربيع تربيعها خمسة فاصلة ستة وسبعين طبعاً أنا هاي صار عندي عداد هاي دقضروها مع التكرار مقابل إلها يعني ضرب خمسة طلعوا كل واحدة مع التكرار المقابل إلها يعني اتناش فاصلة تسعة وستين ضرب التكرار المقابل إلها خمسة عش بعطيني الناتج مية وأربعة وتسعين فاصلة أربعة نجي هاي اللي هو تكرار ستة وثلاثين من عشرة ضرب عشرة بطلع عندي تلاتة فاصلة ستة بعدين عندي اللي هي خمسة فاصلة ستة وسبعين ضرب التكرار مقابل إلها خمسة وعشرين بطلع الناتج مية وأربعة وأربعين باخد هاي وهاي وهاي بجمعهم مع بعض شو كيف نحن جمعهم طبعاً أربعة وستة عشرة صفر واحد باليد الفاصلة بتنزل خمسة وتلاتة تمانية وأربعة اتناش اتنين باليد واحد عشرة عشرة وأربعة أربعتاش باليد واحد اتنين واحد تلات إذن صار عندي المتوسط الحسابي هون طلعناهم اللي هو تلتمية وأربعة واتنين واربعين باجي عندي على القانوني بحوض اللي هو جذر رح أحتاج إلى هذا اللي هون ومجموع التكرارات خمسين ناقص واحد إذن تلاتمية واثنين واربعين على خمسين ناقص واحد ويساوي جذر تلاتمية واثنين واربعين على تسعة واربعين طبعاً هاي جذرها ما بنعرفوه أما عندي التسعة واربعين سبعة من هاي اللي هو الانحراف المعياري التباين وعبارة عن عين تربع يعني جذر ميتين وثلاث واربعين على تسعة واربعين تربع ويساوي ثلاثمية آسفة ثلاثمية واثنين واربعين على تسعة واربعين طبعاً هيك إحنا أنهينا الجدوى الكامل لديكم واجب ضروري الواجب أشوفه تدريب سبعة واحد صفحة تسعين وسؤال واحد صفحة ثمانية وتسعين ضروري عاشر تحلو الواجب الفكرة الأخيرة في درسنا لليوم اللي هي عندي ملاحظة تباعد البيانات أو تقاربها عندي مقاييس نزعة مركزية عندي مقاييس تشتت مقاييس النزعة المركزية علاقتها طردية بمين بتباعد القيم أو تقاربها يعني كلما زاد التشتت زاد التباعد البيانات قل النزعة المركزية مين هم النزعة المركزية متوسط وسط من وان نيجي للمقاييس التشتت علاقة طردية كلما زادت التشتت زادت تباعد البيانات زاد زاد عندي اللي هو الانحراف المعياري زاد المدى زاد التبايد هيا شايفينا العلاقة بين مقاييس التشتت مع تباعد البيانات طردية أما النزع المركزية مع تباعد البيانات أكسية وبالتالي مقاييس التشتت مع النزع المركزية رح يكون علاقة عكسية طيب ناخد السؤال هيك سريع مثال سريع شوش بقول إذا كانت سين فتحة من سين فتحة متوسط حسابي 10.2 وعين اللي هي مين عين بحراف معياري 6.2 فهل تزيد أم تقل تباعد البيانات شوفوا عندي المتوسط أكبر من التباين وتباعد البيانات على قطع طردية مع التباين وعكسية مع المتوسط والحسابي إذن تباعد البيانات بما أنه المتوسط أكبر من التباين التباين بقل إذن تقلت بعد البيانات وعندي شكل تاني بيجي كي رسمة شكل رسمة بيجي هاي رسمة طبعا عندي المتوسط الحساب بيجي من نص هاي متوسط الحسابي متوسط الحسابي هاي شايفينه عندي ألف البيانات قريبة شوية على بعض أما باب بلشت تبعد أكتر فبالتالي متوسط ألف أصغر من متوسط با وتشتت البيانات في ألف أقل من تشتت البيانات في با إذن التشتت رح يكون أكبر عند مين؟ عند با التشتت رح يكون عندي أكبر من با تمام؟ طيب عندي هون واجب عندي واجب بتحل على هاي الفكرة طبعا هاي الفكرة الثانية بالدرس واجب تدريب 7 1 صفحة 95 سؤال 2 صفحة 98 سؤال 4 صفحة 9 ضروري عشر ينحل الواجب ترجمة نانسي قنقر